اشتركوا في القناة في برمجة لقاء مردية ماما نادي محلي السيار باللطاحة بسان داونز وابنى سستارة جاهزون لملاقات الجيش الملكي الكناري يرهن قضوبه في تاهل لنسبة نهائي ومدرب التراجي يحذر من التهاون سرار يفتح ملف المجددين واتزير يهدد المتراخين الكرة الإيطالية تعود لواجهة الكرة الأوروبية أرسنال يوحي أمال السيتي في الظفر بلقب البريمير لي إدارة ريال تعرض مئة مليون لضم بيلينغ هام وتطالب مودريتش بالاعتزال دوليا لتجديد عقده من العنوين إلى التفاصيل وإداية بأخبار المحترفين حيث اندمج لعب الخضر يوسف بليلي في تدريبات ناديها جاكسيو الفرنسي بعد شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها والتي أبعدته عن لقاءة فريقه منذ العودة من فترة التوقف الدوري وكانت دارة النادي قد نشرت عبر موقعها الرسمي صورا للحصة التدريبية والتي شهدت تواجد من مدينة وهران لينفي فريق الجاكسيو والدولي الجزائري لأخبار الأخيرة التي تم تدولها بخصوص مستقبل يوسف بليلي مع الفريق والتي أفادت بأن اللاعب قرر مغادرة نديه الفرنسي وفي أخبار مشاركة محترفين في المنفسة الأوروبية فقد ضمن ثلاثي جزائر يتواجد في المربع الذهبي من البطولة الثلاث فضمن بطول الدوري المؤتمر الأوروبي أخصي الهداف التاريخي للمنتخب الوطني إسلام سلماني رفقة نادي عند اللخصة البلجيكي من الدوري ربع نهائي بعد خسارتهم أمام الكامار الهولندي بيركة التي يترجيح وهو الحال نفسه مع لاعبي المنتخب الوطني الناشطين في نادي نيسا الفرنسي ويتعلق الأمر بكل من هشام بودوي بطردين بوعناني وكذاب رهيمي والذين أقصيوا على يد بازل السويسري بينما تأهل ساعد بن رحمة رفقة ناديه واستهامل دوري نصف نهائي من نفسي المنافسة وضمن بطولة دوري أبطال أوروبا تأهل الدوريان الجزائريان إسماعيل بن نصر لاعب ميلون ورياض محرز الناشط بمونشستر سيتي للدوري نصف نهائي من الشامبيونز ليك في خبار آخر كشفت تقارير صحفية بأن ناديا نونتا الفرنسي وسالير نيتانا الإيطالي يستهدفان ضم الفرنكو جزيري ياسين عدلي لاعب ميلون الإيطالي خلال فترة الانتقالات القادمة ويعيش ياسين عدلي وضعية صعبة مع الرسونيري حيث لم يشارك سوى في مئة دقيقة منذ انضمامه وساعة دارة الميلون لإيجاد حل للعب من خلال إعارته أو إعطاء فرصة أخرى لإثبات مستوى وكسب ثقة مدربه بيولي وبالانتقال لملف منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة المشارك في كاسي غمم إفريقيا والمزمع انتلقها بأرض الوطن يوم السبت القادم وإلى غاية التاسع عشر من ماي أكد الناخب الوطني أرسقي رمان بأن جبله جاهزون للدخول في غمار هادية المنافسة كما يفكر في خوض لقاء ودية ماما نادي محلي حيث قال تجربتنا القصيرة في مثل هذه المواعي تدفعني للقول بأننا جاهزون للشروع في المنافسة لقد سمحت لنا سمحت لنا المباريات الودية الخمسة الأخيرة بأخذ فكرة واضحة حول إمكانياتنا أحببت لعب مبارية تحضيرية أخرى لتصحيح بعض الأخطاء التي اكتشفتها خلال الاختبارات الأخيرة ولهذا أفكر في خوض لقاء ودية ماما فريق محلي وعن حضوظي الخضر في هذه المنافسة قال ذات المتحدث في إفريقيا كل الفرق تحلم بالتتويش وليس هناك فرق كبيرة وأخرى صغيرة نحن سنؤدي كل ما لدينا وسيقدم اللاعبون كل الإمكانيات على أرضية الميدان لتمثيل المنتخب الجزائري أحسن تمثيل والدهاب بعيدا في كاني الشبان للتذكير فإن المنتخب الوطني تواجد في المجموعة الأولى والتي تضم كل من الكونغ والسينغال والصومال الذي سيلاقي أشبال رمان في اللقاء الافتتاحي يوم التاسع والعشرون من هذا الشهر بعيدا عن محترفين وفي أخبار ممثلين في المنافستين القاريتين سيكون فريق شباب بالوزداد في مهمة الإطاحة بالضيف سانداونز الجنوب الأفريقي ضمن لقاء يدهاب من الدوري الربع نهائي من منافسة دوري أبطال إفريقيا وهذا بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب نيلسون مونديلا ببرقي ويسعى ابن العقيبة لزحقيقي الفوز والحفاظ على نقاط المباراة داخل الديار لوضع قدم في الدوري النصف نهائي مبكرا وقبل خوض مباراة العودة في التاسع والعشرون من هذا الشهر وفي منافسة كاسي الكونفيدرالية والتي يمثلها من الجزائر الاتحاد العاصمة خاض اليوم شبال المدرب عبدالحق بن شيخة أخر حسط تدريبية لهم قبل المواجهة المرتقبة غدا أمام الزائر الجيش الملكي ضمن الدور الربع نهائي من كاس الكوف وضمن هذا أكد مدرب سستارة بأن لعبه في أتنمي الجاهزية لملقاتي النادي المغربي وتحقيق الفوز لتسهيل المهمة في لقاء الإياب المبرمج يوم الثلاثين من هذا الشهر وأضاف المدرب أنه يعرف جيدا الدوري المغربي وقدم كل نقاط قوة وضعف لأشباله الذين يستهدفون الدعاء الذهاب بعيدا في هدية المنافسة القرية ورفع راية الجزائر وفي منافسة دوري أبطال إفريقيا راهنا ممثل الجزائر الثاني شبيبة القبائل حضوضها في تآهل للدور النصف النهائي من المنافسة القرية وهذا بعد انهزامها صهرت أمس مم الضيف الترجية التونسي بنتيجة هدف دون رد وعقب هذه النتيجة سيكون شبال ميلود حمدي مم مهمة صعبة لقلبي الطاولة على النادي التونسي في لقاء العودة الذي سيجرى يوم التاسع والعشرون خاصة وأن الترجي وضع قدما في نصف النهائي بعد النتيجة المحققة وبالحديث عن المنافس حذر المدربة تونسي نبيل المعلولة شباله من التهاون خلال لقاء العودة إذ قال شبيبة القبائل تبقى دائما كبيرة بأسمائها لازال هناك شوط ثاني في تونس والجيسكا تعرف جيدا كيف تلعب كرة القدم كل شيء ممكن وشبيبة القبائل قادرة على قلبي الطاولة في مباراتي العودة في أخبار الكرة المحلية وفي ملف وفاق السطيف سيعود الفريق بقيادة المدرب للتزير غدا لأجواء تدريبات استعدادا لخوض الجوالة القادمة من الرابط المحترف الأولى وضمن هذا حذر تقني لاعبي من الغياب عن حصة الاستئناف وأخذ يوم آخر للراحة مهددا إياهم بفرض عقوبة مالية وكذا رياضية عليهم حيث قال لقد شكرتهم في البداية على المجهودة التي بذلوها منذ انطلاق مرحلة العودة تحت إشرافي وأكدت لهم أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة فيما تبقى من مشوار البطولة الوطنية وعليهم التعامل معها بالاحترافية وجدية كاملة لتحقيق الهدف المسطر لذا حذرتهم من التفكير في الغياب عن حصة الاستئناف لأنني منحتهم ثلاثة أيام راحة وهي كافية جدا وطلبت منهم التحلي بروحي المسؤولية وفي حال ما تجاوز أحد القرارات فإنه سيتعرض لعقوبة مالية والتي تتكفل بها إدارة النادي وفق سلم العقوبات الموجود في القانوني الداخلي للفريق وأخرى رياضية والتي سأقوم شخصيا بتطبيقها على كل لغب يغيب عن الحصة التدريبية دائما مع النادي الطيفي حيث من المنتدر أن يعقد رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم سرار اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة وسيتضمن جدول أعماله عدة نقاط أبرزها تلك المتعلقة بتمديد وتجديد عقود بعض اللاعبين الذين قدموا ما هو منتظر منهم خلال الموسم الحالي ويريد عبدالحكيم سرار الحسمة في هذه المسألة وضمان البقاء اللاعبين الذين سيكونون أحرارا من كل التزام مع نهاية شهر جوان القادم وكذل عديد من النقاط التي تخص الفريق خاصة من الناحية المالية نمر للورقة الدولية استعادت الأندية الإيطالية وهجها في المنافسة الأوروبية للموسم الكروي الحالي حيث شهدت منافسة دوري أبطال أوروبا تأهل الناديين ميلون وأنتر للدور النصف النهائي وهم الذين سيتواجهان في هذا الدور من الشامبيونزلي فيما عبر روما ونادي جيفانتوس للدور النصف النهائي من بطولة الدور الأوروبي حيث سيواجه الأول نادي ليفر كوزين في حين سيواجه اليوفي فريق إيشبيليا وفي منافسة أوروبية أخرى يسعى موثل إيطاليا الوحيد في منافسة المؤتمر الأوروبي نادي بيورونتينا لتجاوز عقبة نادي بازل السويسري لخطف تأشيرة نهائي هذه المنافسة في موضوع آخر أحيى متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز نادي أرسنالا مالا ملاحقه المباشر والفائز بلقب البرمير ليك العام المفرد مونشستر سيتي في الضفر به مرة أخرى خلال هذا الموسم وهذا عقبة تعادله أمس مما سوث هامسون بثلاثية في كل شبكة ليصبح الفارق بين صاحب الصدارة والوصيف خمس نقاط وبلقاء متأخرين للمونسيتي قبل أن يتواجه في السادس والعشرون من هذا الشهر وضمن هذا السياق صرح مدر برسنال بأن فريقه صعب على نفسه فرصة الإبتعاد عن الملاحق في سلمي الترتيب وحسم اللقب مبكرا حيث قال من الواضح أننا غير راضين عن النتيجة جعلنا الأمر صعبا للغاية على أنفسنا مرة أخرى لكن الأخطاء جزء من كرة القدم ورد فعلنا كلا مثاليا هذا ما أحب أن يكون لاعبي فريقي عليه أكثر وسنسعى للعودة لسكة النتائج الإيجابية والفوز بباقي اللقاءات للظفر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في أخبار نادي ريال مادريد حيث كشفت صحيفة أسر إسبانية بأن إدارة النادي الملكي حددت قيمة 100 مليون أورو لظفر بخدمة لاعب روسيا دورتموند جود بيلينغام حلال سوق الانتقالات القادمة حيث وكدت الصحيفة بأن الفريق الإسباني لن يدفع أكثر من هذا المبلغ لللاعب الذي يتواجد ضمن أولويات دارة بيراز والذي سيكون بديلاً للوكا مودريتش وبالحديث عن لوكا مودريتش ذكر ذات المصدر بأن ريال مادريد طالب الكرواتي بالاعتزال اللاعب دولياً لتجديد عقده لموسم آخر وهو الذي ينتهي تعاقده نهاية الموسم الحالي حيث يرى الميرينغي بأن مودريتش الذي يخوض لقاءة دولية يؤثر على مردوده معهم بالنظر لسنه لكن حسب ما ذكرته صحيفة آس فإن اللاعب لا يفكر في الاعتزال دولياً خاصة وهو يضع هدف خوض كأس الأمم الأوروبية الفانواربعة وعشرين ضمن أولوياته بالورقة الدولية نصل وإياكم لختم النشرة الرياضية لنهار اليوم وهذا تذكير بما جاء فيها تواجد ثلاثي جزائري في المربع الذهبي للبطلة الأوروبية لأول مرة بلايلي يندمج وينفي الشائعات رمان يفكر في برمجة القائمة لما نادي محل السيارة بلطاحة بساندامج وأبنى سفارة جاهزون بملاقات الجيش الملكي الكار الناري يرهن تضضه في تاهل النصف النهائي ومدرب التارجي يحذر من التهاول سرار يفتح ملف المجددين وزيري يهدد المتراخي الكرة الإيطالية تعود وجهة الكرة الأوروبية أرسنال يحيى مالا سيتي في الضفر بلقبية ترميرلي إدارة الريال تعرض 100 مليون لضمي بينيغهام وتطالب مودريتش بالاعتزال دوليا لتجديد عقده جمهور الرياضي شكرا لكم على طيب الإسرائي والمتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة